الحمد لله رب العالمين وقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا والحج قد أجمع العلماء على أنه واجب شرعي وأنه من فروض دين الإسلام قد جاء في النصوص ما يؤكد هذا المعنى ومن ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقد تواترت النصوص ببيان فضل الحج وعظم أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وكما قال صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج له شروط بحيث لا يكون الحج واجبا إلا على من ولدت عنده هذه الشروط ويذكر العلماء من ذلك اشتراط الإسلام بحيث أن من لم يسلم لم يصح منه الحج حتى يسلم وأما مؤاخذته بترك الحج أما مؤاخذة الكافر بترك الحج فهذا مبني على مسألة مخاطبة الكفار والأظهر أنهم يعاقبون على ترك الحج وذلك لأن العبد يؤاخذ بما تركه من شرائع الإسلام حتى ولو كان لم يفعل شرط صحة تلك الأعمال ولذا فإن من ترك الصلاة وهو غير متوضع يعاقب على ترك الوضوء وترك الصلاة ومن الشروط العقل فغير العقل لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المجنون يرفع عنه القلم حتى يعكل وهنا مما يتعلق بهذه المسألة من جن في أثناء حجه فإن كان جنونه بعد وقوفه بعرفة فإن الحج يصح منه ويجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح ومن شروط الحج أيضا البلوغ يسترط لوجوب الحج البلوغ ولا يجزئ عن حجة الإسلام حج الصبي وإن كان حجه يصح شرعة ويؤجر عليه ومن شروط الحج الاستطاعة وقد اختلف العلماء في معنى هذا الشرط فإن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقصر الوجوب على المستطيعين وهكذا في حديث ابن عمر عندما قال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وقد اختلف العلماء في المراد بالاستطاعة في الحج فذهب الإمام مالك إلى أن المراد بهي الاستطاعة البدنية وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المراد بالاستطاعة المشترطة في الحج الاستطاعة المالية وذهب أبو حنيف إلى أن الاستطاعة المشترطة تجمع بين المالية والبدنية يترتب على ذلك أن من كان قادرا بماله لكنه غير قادر ببدنه على الحج فحينئذ هل يلزمه أن يخرج عنه من يحج البيت عنه أو لا يلزمه ذلك فعند الشافعي وأحمد يلزمه لأنه مستطيع بماله خلافا لمالك فعند الشافعي وأحمد أنه يلزمه أن يخرج عنه من يحج عنه لأنه مستطيع بماله وعند مالك لا يدب عليه ذلك لأنه غير مستطيع ببدنه وهناك استدلالات لأصحاب هذه الأقوال في هذه المسألة من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا الخبر تكلم فيه من جهة الإسناد وعلى كل فإن القول بأن المراد الاستطاعة المالية له أدلة يعضد بعضها بعضها الآخر ومن الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع ما يتعلق بإمكان المسير فهل من شروط الحج إمكان المسير أو لا يشترط إمكان المسير لوجوب الحج فرأى أبو حنيفة والشافعي أن إمكان المسير شرط من شروط الحج بحيث أن من لا يمكنه المسير فإنه لا يجب عليه الحج ولا يلزمه أن يخرج من يحج البيت عنه وذهب مالك وأحمد إلى أن إمكان المسير ليس من شروطه وجوب الحج قالوا لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط هذا الشرط ويترتب على ذلك أن من كان مستطيعا أما بماله أو بدنه على الخلاف الاستطاعة السابق لكنه لا يمكنه المسير فهل يلزمه أن يقيم من يحج عنه أو لا يلزمه ذلك وإذا مات وكان له تركة هل يلزم أن نخرج من تركته من يحج عنه أو لا يلزم ذلك فهذا على الخلاف السابق فعند أبي حنيفة والشافعي يلزمه خلافا لمالك وأحمد ويمكن تطبيق هذه المسألة على ما يتعلق بتأثيرات الجائحة وذلك أنه في وقتنا الحاضر منع من التنقل والأسفار بين العديد من الدول وبالتالي فإن المرء لا يتمكن من تجاوز هذه الإجراءات المتخذة من أجل عدم انتقال الجائحة بين الناس ومن ثم من كان مستطيعا بماله وبدنه لكنه لا يستطيع الوصول إلى البيت بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع للتنقل والسفر فهذا لم يوجد عنده صفة إمكان المسير فهل نقول يجب عليه أن يخرج من ماله من يحجه عنه أو إذا مات قبل أن يتمكن من الحج هل يلزم أن نخرج عنه من يحج عنه فعند أبي حنيفة والشافعي أن إمكان المسير من شروط الحج وبالتالي إذا كان قادرا بماله وبدنه لكنه لا يمكنه المسير فمات بعد ذلك فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه من ماله من يحج عنه وذلك لأن إمكان المسير شرط عندهم في إيجاب الحج وعند مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن من كان قادرا بماله وبدنه لكنه لم يتمكن من الوصول إلى البيت لعدم إمكان المسير ومن ذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذ على جهة الوجوب من أجل الأمن من انتقال هذا المرض وهذه الجائحة بين الناس ففي هذه الحال لا يلزمهم أو في هذه الحال يلزموا عند موته بعد ذلك أن يخرج من ماله من يحج عنه لكونه كان قادرا على الحج بماله وبدنه قالوا إمكانية المسير ليست من شروطه الحج ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أيضا ما يتعلق باشتراط المحرم فإن النصوص قد دلت على وجوب أن يكون مع المرأة التي تسافر من أجل الحج محرم وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إنك تتبت في غزوتي كذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك والقول بالمنع من سفر المرأة بدون محرم هو متفق عليه في الجملة إلا في باب الحج فالعلماء متفقون على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم إلا أنهم اختلفوا في الحج هل يخصص من هذا العموم أو لا فعند الإمامين أبي حنيفة وأحمد أن عموم المنع من سفر المرأة بدون محرم يشمل سفرها إلى الحج لأن الحديث الوارد في ذلك عام لم يفرق بين سفر الحج وغيره من الأسفار بل في حديث ابن عباس إشارة إلى أن سفر المرأة كان سفر حج وأثر عن الإمامين مالك والشافعي أنهما أجاز السفر إلى الحج للمرأة بدون محرم ولكنهم اشترطوا شرطا آخر فبعضهم اشترطا أن تكون مع جماعة النسوة وآخرون اشترطوا أن تكون مع الثقات وإذا تأمل الإنسان في المسألة وجد أن عدول المرأة عن شرط مذكور في الحديث إلى شرط استنبطه استنباط ليس من الأمور المستحسنة وعلى كل فإن ما يتعلق بمسألتنا في هذه اللقاءات هو مدى تأثير الجائحة على هذا الحكم ويمكن أن نقول بأن هذا يمكن تقديره في مسألة ما لو مرضى المحرم ما لو مرضى محرم المرأة ولم تجد محرما يخرج معها فعلى قول الجماهير ومنهم أبو حنيفة وأحمد أنه يسقط عنها وجوب الحج في هذه السنة وبالتالي متى تمكنت من وجود حج من وجود محرم يحج معها وجب عليها أداء الحج في تلك الحالة ومن ثم فإن هذه المسألة متعلقة بمسألة اشتراط المحرم لحج المرأة والذي يظهر أن المحرم شرط وبالتالي إذا لم تجد المرأة محرما فإن الحج لا يجب عليها ومن هنا تعرف الفائدة في مسألة اشتراط المحرم لحج المرأة فإنه بالاتفاق أن المرأة لو حجت بدون محرم فإن حجها صحيح ويكون ذلك الحج مجزئا عن حجة الإسلام ولكن البحث فيما لو قدر أنها تركت الحج لعدم المحرم فهل تأثم بذلك؟ فقال أحمد وأبو حنيفة لا تأثم بذلك خلافا لمالك والشافعي وعلى ذلك لو قدر أنها ماتت ماتت مرأة لا تجد محرما فحينئذ هل يخرج من مالها من يحج عنها؟ فقال أبو حنيفة وأحمد لا يلزم ذلك لكون الحج لم يتعلق بذمتها لعدم وجود المحرم وقال مالك والشافعي يجب أن يخرج عنها من مالها من يحج عنها ولذا فإن هذه المسألة من المسائل التي يظن أن التسهيل فيها في جانب ويكون التسهيل في حقيقة الأمر في الجانب المقابل له فإن من قال بأن المحرم من شروط حج المرأة قال إذا تركت المرأة الحج لم تأثن بذلك لعدم وجود المحرم وقالوا بأن المرأة إذا تركت الحج لعدم المحرم فإنه يكتب لها أجر الحج كاملا وقالوا بأنها لو ماتت وهي لم تحج لم يلزم إخراج شيء من مال تركتها ليحج به عنها بخلاف من يقابلهم من من يجيز حج المرأة بلا محرم فإنه يقول بأنها يلزمها أن تحج وبالتالي تدفع النفقات المالية المتعلقة بالحج ولو قدر أنها تركت الحج لكانت آثمة على قولهم وغتبوا على ذلك أنها لو ماتت وجب أن يخرج عنها من مالها من يحج عنها بكي هنا مسألة أخيرة في هذا الباب هو أنه إذا مات من وجب عليه الحج فهل يخرج عنه من جميع ماله بحيث يعتبر الحج كالدين وبذلك قال الجمهور أو أننا نقول بأنه تعتبر بمثابة الوصية لا يخرج إلا من ثلث ماله كما قال أبو حنيفة ولعل قول الجمهور أقوى في هذا لأن الحج حينئذ كان دينا واجبا في ذمته فبالتالي تخرج نفقات الحج للنائب من جميع المال لا من الثلث فقط ولعل أيضا أذكر أو أشير إلى مسألة تكلم عنها في رقاء آت ألا وهي مسألة مرض النائب وتأثر بالجائحة أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم للهداة المهتدين وأن يسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منهم هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين